السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية اليوم وبإذن الله وتحت طلبكم سوف أقدم لكم خلطتين مجربتين هما لتبيض الوجه بسرعة وتفتيح لون البشرة بامتياز فكلنا نسعى دائما للحصول على وجه أبيض وبشرة صافية خالية من الشوائب ومن المشاكل كما نعلم يعد تبييد البشرة هو الأمر الأبرز والأكثر انتشارا عند النساء والفتيات فتتبع المرأة العديد من الطرق للتمتع ببشرة فاتحة وبيضاء وتتعدد هذه الطرق فمن من يتبع طرق طبيعية يعني عبر اللجوء للمطبخ وبمكونات متوجدة في كل بيت وهناك من يلتج إلى طرق طبيعية مكلفة بعض الشيء وليست يعني بمقدور العديد من الناس لذلك اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم خلطتين مجربتين ولهما نتائج سريعة جدا إذن لنبدأ حبيباتي بأول خلطة أول خلطة سنحتاج فيها إلى الشوفان أو ما يعرف كذلك بالخرطال والشوفان حبيباتي هو يقوم بتبييد البشرة وتفتيح لون الوجه لأنه يقوم بتنظيف الوجه ويرطبه ويمنحه النعومة والنظارة وكذلك لقدرته على التقشير كما سبق وذكرته فهو أيضا يعمل كذلك على إزالة الرؤوس السوداء إذا كنتم تعانون من مشكلة الرؤوس السوداء فهنا الشوفان يزيلها بشكل رائع هو كذلك معالج لحب الشباب والأكزيمة والطفح الذي يمكن أن يصيب بشرة الوجه وإذا استخدمتم الشوفان بانتظام حبيباتي سوف يعني تحصلون وسوف أيضا تختفي علامات الشيخوخة والخطوط المبكرة بالوجه كما أنكم سوف تطمئنون عدم ظهور أيضا الهالات السوداء تحت العينين وكذلك تصغير المسامات خصوصا لدوات أو صاحبات البشرة الدهنية اللواتي تعانين من هذا المشكل بكثرة الشوفان كذلك يقلل من كمية الدهون التي تتجمع يعني في البشرة والتي تسبب الحبوب إذن هنا بالنسبة للمكون الثاني سنحتاج فيه للزبادي هذا المكون الرائع جدا هو بالفعل مكون سحري والذي لديه تأثير مبيض يوحد لون البشرة يقلل من ظهور النمش والتصبغات الجلدية الأخرى مثل الكلف وذلك لاحتوائه على مادة اللاكتيك التي تعمل كمطهر ومقشر يجدد من خلايا الجلد ليضفي توهج وإشراق بالبشرة وكثالث مكون حبيباتي سنحتاج هنا إلى ماء الورد هذا المكون المعروف بفوائده العديدة لصحة ونظارة البشرة وجمالها فهو يعمل على تفتيح البشرة يعطيها بريق ولون وردي خلاب كذلك إذن هكذا تعرفنا على مكونات الخلطة الأولى لليوم سننتقل الآن إلى طريقة تحضيرها فهي طريقة سهلة جدا نأخذ إناء مناسب بهذا الشكل سنضع فيه تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الشوفان أو ما يسمى كذلك بمطحون الخردل نضع مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل طبعا هذه الكيميا التي قمنا بوضيا هنا يعني تكفي هي لشخص واحد فإذا كنتم تستخدمون هذه الخلطة يعني للأقدام اليدين ممكن هنا مضاعفة الكيميا لتحصلوا على كيميا أكبر إذن كما قلت وضعنا هنا مقدار يعني ملعقة كبيرة من مطحون الشوفان سنضيف إليه كذلك الزبادي أو الياجورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة الزبادي هو معروف على أنه مبيض فعال لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك نضع هنا مقدار ملعقة بهذا الشكل ثم بعدها سنضيف مقدار ملعقة أيضا من ماء الورد إذن سنضع مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل هنا إذا لم يتوفر لديكم ماء الورد ممكن هنا تعويضه بيعني العسل الطبيعي عسل النحل نقوم هنا بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض إلى غاية ما تتجانس ونتحفل على خليط أو كريمة أو عجينة يسهل فاردها وتطبيقها على بشرة الوجه هكذا إذن كما تلاحظون حصلنا على قوام بهذا الشكل إذن بعدما قمنا بخلط هذه الخلطة أول شيء قوموا بغسل الوجه جيدا والرقبة بما إن يكون فاتر ثم خذوا بواسطة فرشات مكياج أو بالأصابع خذوا هذه الوصفة واتطبقوها كما أقول نظفوا أول شيء وجهكم بالماء التافي يعني لفتح المسامات لكي تستفيدوا أيضا من هذه الخلطة فالعديد من الأخوات يطبقنا دائما الخلطات بشكل خاطئ ولا يحصلنا على النتيجة المرغوبة لذلك تطبقوا المراحل بشكل حرفي للحصول على نتيجة سريعة ومضمونة نترك هذه الخلطة حبيباتي على الوجه ولمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وتستخدم هذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع لتحصلوا على وجه يعني أبيض كالحليب بإذن الله إذن الآن ننتقل كما عودتكم دائما إلى الخلطة الموالية أو الثانية أو البديل التي سوف تستخدمونها في حالة عدم توفر يعني مكونات أو مقادير الخلطة الأولى إذن في الخلطة الثانية حبيباتي سنحتاج إلى أول مكون كما تلاحظون هنا سنحتاج هنا إلى النشا نشا الدرة أو ما يسمى بالميزنة ممكن استخدام أي نوع نشا متوفر لديكم ليس بالضرورة نشا الدرة يعني ممكن استخدام نشا الأروز أو نشا البطاطس كذلك كذلك لدينا هنا العسل العسل الطبيعي عسل النحل هو الآخر رائع جدا وفعال في طبيض البشرة تغنيتها وحمايتها أيضا من علامات الشيخوخة المبكرة كذلك سنحتاج إلى الحليب السائل الكامل الدسم لأنه هو رائع ومبيد ممتاز إذن هذه هي المكونات الثلاث التي سوف نحتاجها في الخلطة الثانية لنقوم بتحضيرها الآن إذن سنأخذ تقريبا مقدار ملعقة كبيرة هكذا من نشا الدرة أو ما يسمى أيضا بالمايزينة بعدها سنضيف مقدار ملعقة من العسل عسل النحل الطبيعي وأيضا سنضيف الحليب السائل الكامل الدسم الذي هنا أيضا ممكن تعويضه بالزبادي أو الياجوت الطبيعي الخالي من السكر طبعا ومن أي نكهة سنستمر هكذا في الخلط جيدا حتى نتحصل على خليط يكون متجانس وأيضا يكون يسهل فرده على كامل بشرة الوجه وكذلك الرقبة نخلط جيدا العناصر هكذا حتى نتحسر على قوام يكون بهذا الشكل إذن أول خطوة هي أننا نقوم بغسل بشرة الوجه جيدا بماء انفاتر حتى تتفتح المسامات ثم نأخذ هذه الوصفة ونفردها على كامل بشرة الوجه طبعا نتركها تقريبا نصف ساعة هكذا إلى 20 دقيقة إلى غاية ما تجف وتتشربها يعني البشرة بالنسبة لهذه الوصفة فهي مبيضة وكذلك مزيلة للتجاعد بالإضافة إلى أنها تحتوي على النشا النشا معروف على أنه قابض للمسامات وبالأخص دوات البشرة التي تكون دهنية والتي تكون بها زلود كثيرة على مستوى البشرة وأيضا مسامات واسعة فإن شاء الله هذه الوصفة سوف يعني تعطيكم نتائج رائعة جدا فقط تجربوها ممكن المدومة عليها يعني أربع مرات إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى تعطيكم النتائج المرغوبة أما هذه الوصفة الأولى كذلك فهي فعالة وصالحة جدا وسحرية لدوات البشرة التي تكون جافة جدا لأنها تحتوي على كما رأيتم على الزبادي وكذلك على الشفان المطحونة رائع جدا في تغذية البشرة شدها وإزالة كل التجاعد منها إذن كما رأيتم هذه هي مكونات ووصفات فيديو اليوم أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالتغط على زر لايك ومشاركة هذه الوصفات مع الأصدقاء حتى تعوم الفائدة أيضا إذا كان لديكم أي سؤال تريدون أي وصفة معينة فلا تترددوا فقط أتركوا لطلباتكم وأسئلاتكم في التعليقات إن شاء الله سأجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء